راضي موظف غلبان معروض العمر بأدب وأخلاق كان داخل يتعالج في المستشفى حكوم بس هناك اتعامل معاملة سيئة جدا وتاني اتقرامته وإنسانيته وده اللي دفعه أن يتعصب ويدايق جدا يفضل يزعق في طقم المستشفى كله من الممرضين ودكاترة واستقبال المفاجأة أنه لوهي تشجيع من مرضى تانين ليه والتأييد اللي هو بيعمله وكانه بيتلونه أنه يكسر أكتر في المستشفى وكمان توصل أنه يدرب الممرضين ودكاتر كل الكلام دا ساعت في تحويل راضي الإنسان المحترم لإمعه كلام الناس هو اللي بيحرقه كلام الناس بيوديه ويجيبه فبزاقهم وتشجعهم من راضي يدروا يسلبه راضي من وعيه الذاتي ويدروا يسلبه من قراط أحمد عنده مبدأ في حياته أنه لا يمكن يدخل فوق أصجار على عكس شريف اللي بيدخن عادي بس عنده مبدأ أنه لا يمكن يجد لو حصل أن أحمد كان يوقف مع أصحابه اللي شجعوه وفضل يضغطوا عليه علشان يشرب سجاير لغاية ما بالفعل شرب سجاير هنا أحمد تحول لإمعه على عكس شريف اللي بيدخن عادي بس محافظ على مبدأه في أنه عمره ما يجد عملية الإمعية اللي حصلت لأحمد ما كانتش عشان شرب السجاير نام عشان هو سمح نفسه يدوسه على قاعدة أساسية وعلى مبدأ عنده كانت مميزة الشخصية نتيجة الضغط اللي حواليه نتيجة الضغط صحابه عليا كتير قوي بنسمع أنت إنسان إمعه أو يا إمعه واللي أغلبنا بيفهمت كلمة إمعه بمعنى الحقير تافه اللي لم يقالوش أي حكمة في الحياة وبس كده مع أن نفذ إمعه ده وراء عملية نفسية اجتماعية معقدة بطريقة مرعبة واللي اسمها باللغة العربية الإمعية الإمعية هي ببساطة سلب الإنسان الطبيعي من هويته وتجريده من كل ما يميزه ككونه هذا الإنسان تحويله لمجرد إمعه بتنساق على عسب أهواء النظام أو الكيان أو الهيئة أو حتى الفرض اللي ساين في هذا التحويل قلينا نقول إن كل شخصية فينا عندها زي لستة كده من المحذرات أو الممنوعات أو ممكن كمان نقول لستة برضه من المبادئ إلا على أساسها تتشكر للشخصية دي الإمعية مش إنك تعمل حاجة غلط أو حاجة صحة هي ملاش علاقة إنما إنك تعمل حاجة ضد نفسك وغدأك وشخصيتك لمجرد دفع خاري من بره حتى ولو بتعمل الصحة وإنت غير مقتنع أو إنت تحت طاقت أو خوف تبقى برضه إمعك الإمعية ببساطة هو إنك تبتدي تتحول لحد غير نفسك ومن أشهر عمليات الإمعية اللي حصلت في تاريخ علم النفس الاجتماعي هي تجربة سجن حصلت في ستانفورد وفيها علماء النفس جاءوا مجموعة من الشباب وقسموهم اثنين مجموعة عملت حرة السجن ومجموعة عملت مسجونية وسبوهم مع بعض ورقبوا من بعيد تفاعل مجمواتين مع بعض من دين من الشباب اللي كانت عاملة مساجين واحد اسمه كلي واللي خد رقمه في التجربة 416 بعد انتهاء التجربة عملوا حوار مع كلي عشان يحكي لهم على اللي مر به في التجربة وده كان كلمه بدأت أشعر أني أفقد هويتي الحقيقية هوية هذا الشخص الذي يدعى كلي هذا الشخص الذي تطوع للمشاركة في هذه التجربة فقد كان يبعد عني حتى في النهاية لم أجده تماما وتحولت 416 فلقد كنت بالحقيقة مقرد رقم رقم 416 416 كان عليها الاختيار في ماذا سيفعل لحكم ففي كل مرة تحس انك بتمر بعملية الإمعية او ان المجتمع او النظام او الكيان او الحزب او المدرسة او الاعلام او حتى صحابك او حتى حد من اهلك او من قريب افتكر ان في حاجة اسمها إمعية افتكر كلي افتكر رقم 416 انت مش إمع بس كنت